شوف أولا في صبود فلسطيني مستند إلى الذاكرة إلى الخبرة خلاص شعب نتعلم من 75 من الصراع من يوم نشأ الكيان وقبل أيام الانتداب البريطاني فلن يخرج من أرضه طوال الحروب الماضية كانت داخلون إلى غزة في الحروب الماضية أكثر من الخارجين منهم هاي رقب واحد اثنين اليوم شعبنا يستند إلى مقاومة عظيمة بالله عليك شعب يرى قوات النخبة كتاب القسام سرايا القدس كل الأجل الحسكرية تهزم إسرائيل تهزم فرقة غزة في ساعات ثم يريد أن يكشف ظهر المقاومة هو يستند إلى ركن ركيم بعد الله هذا ثانيا ثالثا كل يوم يتقدم إلى الأمام معروية شعبنا تزداد المقاومة أصلب إسرائيل تركشف عورتها أكاذيبها المجتمع الدولي بصحى الصدمة الأولى التي خلته يتضافر مع إسرائيل وتنطوع لأكاذيبه اليوم يرى الجريمة الإسرائيلية ومع الحقيقة السياسة العربية الجيدة اليوم بلينكين زار المنطقة ماذا وجد؟ وجد موقف عربي واحدا إدانة الجريمة الإسرائيلية رفضوا إدانة حماس والمقاومة ورفضوا فكرة التهجير يشكر العرب على هذه الموقف لكن أريد المزيد كل هذا الموقف جيد وأنا أقول لكم هذا التهجير ليس عفوا رفض التهجير وهو قرار فلسطيني وقرار شعبي وليس قرار فصائل فقط رفض التهجير ليس مصلحة فلسطينية فقط هو مصلحة مصرية تخيل لو هجر أهل غزة قسرا ولن يهجروا لن يسمحوا هذا يضرب الأمن القوم المصري ويخلط الأوراق داخل مصر وإذا تم هذا لسمح الله هذا إذن لسموتريتش بنغفير كما هي خطتهم في تهجير أهل الضفة كما فعلوا في حوارة والحرق والاقتحام للبلدات ليهجروهم ويكرروا ما جرى في العقود الباضية إلى الأردن لأنوا يعتقدون أن الأردن هي الدولة وبالتالي عفوا هذا أيضا خطر على الأردن لذلك مصلحة الدول العربية هي نعم أن تقف مع الحق الفلسطيني فالقضية فلسطينية قضيتهم وهي أيضا مصلحة قومية عربية جزء مهمنا المتحدة